يمثل الهجوم النووي الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية على مدينتي هيروشيما ونكزاكي عام 1945 أحد أسوأ الجرائم في تاريخ البشرية إلا أن الهجوم الأمريكي على العراق الذي بدأ قبل عشرين سنة خلف إرثاً مسموماً أكثر سوءاً من القصف النووي على مدينة هيروشيما اليابانية وفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية تقارير ودراسات علمية ذكرت أن الإصابة بسرطان الدم في هيروشيما ازدادت بنسبة مدمرة بلغت 660% بعد مرور 12 إلى 13 سنة على التفجير النووي وهو الفترة الزمنية التي تبلغ فيها مستويات الإشعاع ذروتها في المقابل فإن نسبة الإصابة بسرطان الدم في مدينة الفلوجة ازدادت بنسبة 2200% بمتوسط 5 إلى 10 سنوات فقط بعد القصف الأمريكي للمدينة فضلاً عن وجود زيادة بنسبة 1260% في معدلات الإصابة بالسرطان بين الأطفال إلى جانب وجود زيادة بنسبة 740% في الإصابات بأورام المخ بحسب تقرير جامعة أوليستر الأيرلندية المدعوم بالأدلة والبيانات والتي خلصت إلى أن الأرقام تثبت أن إشعاع هيروشيما ترك تأثيراً أقل على الصحة من غزو العراق فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأمريكية استخدمت ما لا يقل عن 300 طن من اليورانيوم المنضب كاشفة عن نتيجة استخدام هذا السلاح على الشعب العراقي وتبعاته الخطيرة من جانب آخر فإنه مع تلك النسب العالية في الإصابة بالسرطان لا يجد المرضى الرعاية الكافية على مستوى المراكز والأدوية بسبب الأعداد الكبيرة التي تأتي من مختلف المحافظات فضلاً عن الإهمال الحكومي الواضح مما يفاقم معاناة المرضى كل إبرة أخذها مليولين دينار وكل فائدة ما بها للعلاج ومواطن تعبان ومحافظات والمليولين كل شيء هواية أنا مشترى هاي الإبرة أكسبران يعرفون هاي الاقتصاص هاي 110 ألاف دينار الإبرة أشتريتين 220 وين وزارة الصحة؟ وين وزير الصحة اللي يقول العلاج متوفر؟ العراقيون يدفعون ثمناً باهضاً تمتد آثاره الكارثية إلى الأجيال القادمة نتيجةً للغزو الأمريكي الذي كان يرفع شعارات الحرية والديمقراطية فيما حمل في حقيقته الدمار بكل أنواعه فضلاً عن تنصيب حكومات تخدم مصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني اشتركوا في القناة